أهلين حلوين أنا حاليوم رح أسوي تتوري عراقية أمريكية تتصدر قائمة أغنى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط هي هودا قطان المولودة عام 1983 صاحبة العلامة التجارية هودا بيوتي التي حظيت بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة انستجرام وقدرت ثروتها في العام الماضي بنحو 610 ملايين دولار هودا قطان أسست علامة التجميل المعروفة هودا بيوتي في عام 2013 وحلت في المركز السادس والثلاثين بقائمة فوربز للنساء العصاميات الأكثر ثراء في أمريكا للعام 2019 بدأت هودا مشوارها العصامية الساعي نحو البراعة من لوس أنجلس بعد أن درست فن المكياج وكان من بين زبائنها عدة مشاهير مثل إيفا لانغوريا ونيكول ريتشي ثم رحلت إلى دبي حيث عملت لدى شركة مستحضرات التجميل ريفلون كخبيرة تجميل وفي عام 2010 فتحت مدونة خاصة بالجمال باسم هودا بيوتي والتي تنشر فيها دورات تعليمية ونصائح حول التجميل والمكياج عام 2013 وبعد نجاح مدونتها افتتحت شركة خاصة بمستحضرات التجميل بنفس اسم المدونة وتم إطلاق أول منتج لها وهو سلسلة من الرموش الاصطناعية وحققت نجاحا كبيرا بهذا المنتوج والتي تشتهر بها كيم كرداشيان بعد ذلك بدأت شركة هودا بيوتي التي تتخذ من دبي مركزا لها في تقديم منتجات تجميل أخرى بما في ذلك ألواح ظلال العيون وأحمر الشفاه السائل وألواح التضليل وكريمات الأساس وغيرها صنفت هودا واحدة من أقوى عشر مؤثرين في عالم الجمال كما وضع اسمها ضمن أكثر خمسة وعشرين شخصية مؤثرة في الإنترنت من قبل مجلة تايم عام 2017